السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنشرح الكورتست اختبار القلب الخرصاني تبقى للكود المصري والكود الامريكي اولا اختبار القلب الخرصاني اولا في نسبة اعتبر انه هو اختبار نصف متلف واختبار متلف لماذا هو نصف متلف او متلف؟ لان انت بتاخد منشأ قائم انت بتاخد منه عينة يبقى اذا انت بتضعفه يعني انت كده قللت من الخرصانة اذا انت عندك عمود 30 في 60 اخدت منه حتة قطعت منه جزء معين واختبار المكعبات اذا انت ايه؟ اتلفته ما بقاش الـ 30 في 60 دلوتي بقى كامليه يعني عشان كده بيقوله انه هو نصف متلف واختبار المكعبات امت بلجأ له؟ لو انا شاكك في مقومة الخرصانة عندك مثلا انت بتعمل اختبار المكعبات طبعا انه يفشل ثمagnet بالتكون انت شاكك في المكعبات أي ايلا بقى انت شاكك في المكعبات بالتحقيقة فأنت تقوم بعمل إختبار الكورتست للتأكد أو منشأ ملهوش نتائج الاختبار مثل المنشآت القديمة التي تقوم بعملها تصالب من ضمن الورق الذي تريده هو إختبار الكورتست وفي حالة فشل اختبار قومة الضغط أو أريد أن أزود أحمال تكون على هيئة تغيير المنشآة مثلا من منشآة سكن المنشآة تجاري أو مثلا أريد أن أبني أدوار زيادة طبعا عامل مصمم على أربع أدوار هل كفاءة المنشآة ستكون لو عملت ثلاثة أربع أدوار لا، لازم تأخذ في احتياطاتك وتأخذ إختبار الكورتست عندك تظاهر في الأعضاء الخرصانية مثلا حريق في الأعمدة عندك الحكم على جودة المنشآة أريد أن ترى هذا المنشآة كفاءة المنشآة إذا حدث تغيير في الكود مثلا لديك الكود من كودة 2007 ويتجدد في 2018 فرضا إذا كانت المنشآة المنشآة متغيرة مثلا لديك الكود على كفاءة المنشآة تغيير من كودة 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 ومن إصدار لإصدار فأنت أريد أن ترى أن المنشآة المنشآة موافقة للكودة الجديدة والتالي هو تمثيل حقيقي لمقامة تخت الخرصانية لأنك تأخذ عينة أصلا تصب ساقفه وتصب وأنت تأخذ منه عينة جهاز قطع العينة كلنا يعرفون استوانة أكثر مختلفة على حسب القطر التي تريد لها رأس ماسي يضرب بصورة عالية بالكهرباء لكي يستخرج العين أصدار كده كي يتأخذ القصة كده يقدم كده يدخل الجهاز في الخرصانة ويقفه كده يقفه في الخرصانة بعد ذلك يستخدم العينة كده يمتع منشآة لقطع الخرصانة لتسوية نهايات العينة لدي ملاحظات عند استخدام العينات أولاً هنا فقط الحتة المنشار لأنك أساساً تطلع العينة لا تكون مستقيمة لأنك تقطعها تساوي النهايات لذلك سيؤثر لو تضعها كما هي على مكانة الاختبار سيؤدي لك نتائج غير صحيحة لذلك العينة تضع على سطح المكنة وتتعرض لحمل الضغط لكي تكون متساوي لكي تصبح النتائج غير مزبوطة لدينا ملاحظات أولاً عند استخدام العينات هكذا لدينا ملاحظات أولاً سيؤدي إلى تضهور العنصر ولكن إذا كانت تضهور العنصر يعني إذا كانت العنصر سيضهور بزيادة وهو يأثر على الأمن المنشأ لا، يتم أخذها من قطاع أكبر من نفس نوع خرصانة نوع الخرصانة هي ردبة الخرصانة يعني انت عندك عمود ضعيف يعني شروق اي شيء روح يسيد العمود الذي يجبه لو وجدته كثيرا يخذ من خرصانة ده هو هي خرصانة ده يتم عمل دراسة نظريات قبل الاختبار مثلا في حالة العمدة يتم اخذ عينات من العمدة عليها اجهادات منخفضة يعني عندك عمود شايل مثلا اجهادات قليلة اخذ منه لا تخذ من اللوة الكبيرة تمام يفضل ان تأخذ عينات القلب الخرصانة في اتجاه لا يوجد بها حديد لماذا تصبح الكثيرا قال لك هنا لان هذا هو واجب التنويه والاشارة الى ان وجود اسيار ذات ندوءات وذات تمثل جاية بالخرصانة يؤدي عادة الى اعاقة التمدد العرضي فتزيد مكومة الضغط للقالب الخرصانة وخاصة اذا لم تكن اتجاه التسليح عموديا على محور مكينة الاختبار مكينة الاختبار مكينة الاختبار الحمل ينزل كده وانت عندك السيخ كده وبالتالي بقى عمودي تمام هذا بالاضافة الى الاخذ في الاعتبار انه نظرا لقبر معامل المرونة للصلب بالنسبة للخرصانة فان ذلك سوف يؤدي مع زيادة حمل الاختبار في الضغط للقالب الى التشككات على طول اسياخ التسليح ستجد ان الخرصانة شرخت تمام بنفس طول السيخ والتي بدورها تؤدي الى خفض المقاومة وخاصة في الخرصانات الضعيفة نرجع ثاني يفضل ارخذ عينة القلب الخرصانة في اتجاه موازي للعرض ايه في اتجاه الكطاع الكبير تمام حتى تلاقص على ايه الانيرشية انت مثلا عندك عمود ثلاثين ثلاثين في ستين والبعد الثاني كام ثلاثين اخذ يا سيري من ابو ستين اخذ ثلاثين تمام يمكن ان اخذ ثلاثين اخذ ثلاثين قبل اخذ ثلاثين اخذ ثلاثين اخذ ثلاثين نسبة الاسpect ratio اخذ ثلاثين بعد التسوية والكابينج نتعرف الآن ان نحن بالنزام الجاهزة العينة لكي تخضر الاختبار يقول لك ان النسبة لا تقل على واحد ولا تزيد على كام عن اثنان غير مستحب اخذ الكور في اماكن الشير لا تستطيع عن المشير انت عندك اول متر في العمود واخر متر لا تنفع ان ان تأخذ منه المشير لانها تسالة منطقة بلستيك هنج اي زلزال او اي حاجة بنقواها لنفع أن تضاعفها لأنك تأخذ فيها كور يجب أن تأخذها من النص هذا لا يوجد مشكلة لدينا المشاكل التي تعود التوسع في استخدام هذا الاختبار ما هي المشكلة؟ عدم صعوبة استخراج هذه الكولوم من العضل الخرصانية المعقدة أو التي تقع على اتفاعات كبيرة مثل الأشكال التي تقع على شكل أرش التي تقع على كسارات أو التي تقع على اتفاعات كبيرة قطور استخراج عدد كبير منها لأنه قد يؤثر على سلامة المنشأ كما اتفقنا لأن هذا اختبار نصف مطلع أو مطلع أو بالتالي نلجأ إلى تدعيم صعوبة الحصول على عينات خيالية من صلب التسليح لماذا؟ لأن هذا يقلل من المقاومة لأن السلام يتبقى فيه تركيزات إجهدات عالية جدا حوالين السيخ تقع على تلك المقاومة التكلفة العالية لهذه الاختبارات مكلف جدا أكثر قلب الخرصانة لأن القطر لا يقل عن 3 المقاومة فرضاً أنت مستخدم مقاسي اعتباري الأكبر للركام 25 ملي ثلاثة في 25 ملي 75 ملي وبالتالي فإن القطر مفروض لا يقل عن الكام 75 ملي أكثر العينات 50 ملي القياسي هو 150 ولكن الشائع هو 100 القطر القياسي هو 150 ولكن الشائع هو بأي حال من الأحوال الطول العينة لا يقل عن الكطر كما نستخدم قطر العينة لا يقل عن الكام 75 ملي وكما نستخدم قطر العينة لا يقل عن الكام 75 ملي فبالتالي هذا الرقم سيكون أكبر من هذا لكي يقل عن الكام 75 ملي أكبر من الواحد وهو مثل 2 1 و 2 كما نستخدم قطر العينة لا يقل عن الكام 75 ملي كما نصيغ القلب الخرصاني فهذه كان المهندس خالد شعلان في عمره كان يتكلم عنها وإن شاء الله سوف أكبر لكم رابط هذا الفيديو في هذا القطر وإن شاء الله يقول لك أيضا أنه يوجد شرط وقانون يقول لك ماذا ؟ لو حجم الخرصانة أقل من 150 لا تقل عن ثلاثة لو أكبر 150 ستزيد عن ثلاثة لأنك تريد عدد عينات يعبر عن الخرصانة الأمام لا ينفع مثلا لما يبع الحجم الخرصانة كبير سأدخل لك مثل ثلاثة نحن نريد عينات تعبر عن الخرصانة الموجودة لدينا مثلا سقف سقف حصرته طلع عليك 70 متر مكعب سأدخل له ثلاثة لأنه أقل من سأدخل سأدخل سقف حصارته بسطلع سأدخل هنا ثلاثة زائد 170 مقص 150 على كم أربع عينات طبعا تقرب أيها ثلاثة وأربعة تقرب لكم كل 50 متر مكعب نأخذ عينها للعناصر المتشابه. هذه هي مستقية القلب التي قمنا نتحدث عنها. قال لك لا يقل عدد العينات عن ثلاثة في العناصر المسبوبة في ظروف واحدة. عندك عمدة هتخل عدد منها ثلاثة عندك سأف وثلاثة. هناك شيء. مثلا عندك عمدة فيها مشكلة او سأف وثلاثة فيها مشكلة. لا تأخذ مثلا واحدة من العمود واثنين من السأف وثلاثة انا خلصها تكملت الثلاثة لاتفعش. لازم من نفس الخرصانة. قال لك كلما زاد عدد كلوق الخرصانة كلما قلل الاختلاف. كما اتفقنا كلما تزود اكتر كلما تشتت بتقل. كلما يعبر لك عن الخرصانة التي قدامها. حسنا نفحص العينة. شاهد درجة دمك الخرصانة. حجم الفراغات. وصف الركيام بالعجينة. وزيان مكونات الخرصانة. طبعا كما اتفقنا لان هذا الكلام يتعطي لك انهل الخرصانة هي بيزة او كانت كويسة. انت برضو لك نظرة. اللي هو الفحص البصري ده. قياس العينة. قياس العينة. حسنا. سوف نقوم بموضع اي صلب تسليح من منتصف السيخ. حتى النهاية القريبة للعينة. نريد ان نجهز الاختبار ونرى مقامة نريد ان نجهز السطح حتى يكون مستويا تماما وفقيا ننشر نطوءات او سطح المستوي نريد ان نجهز الاختبار يكون مستوي التجليخ يوجد طبقة الكابنج يوجد ان نجهز ممتازون نجهز العينات الجافة يمر من منخل 3.8 مم ويحجز على منخل 15 مم ويوجد نسبة الكربون من 1.2 مم اجراء الاختبار اكتر العينة كما تنبذل المعامل موصفات الاستي ام فإن تخذ العينة تضعها كمعالجة في الهواء وتضعها كمعالجة في الهواء وعندما تضعها كمعالجة في الهواء وبعد كده تخذها تعالجها وبعد كده تختبرها برضو بعد كامل هناك 40 ساعة إنما هنا على 48 ساعة طيب إذا لو في حالة رطبة بترفعها من الأحوال تخذ اللون المعالجة بعد 48 ساعة موفود أنت بتنشفها حتى لا تقلل لك المقاومة ستعالج لك المقاومة فإنما تتعليها في حالة الاس اس دي التي هي نشفة خالص ومن داخلها ماء نشفة من بره نضيف مكان العينة بالمكينة من أي أتربة أو عوالج ويملق مكان القلب بعد القطع بمونة الإيبوكسي أو الجراوت طبعاً أنت قطعت خرصانة يجب ملء الفراغ المستخرج والمأخوذ من الكتلة الخرصانية المختبرة وذلك عن طريق خرصانة قليلة الإنجماش أو عن طريق حشر وحشر سطوانة سابقة الصب ذات حجم مناسب داخل الفراغ مع الحقم بمونة أسمنتية أو استخدام مواد إيبوكسية لاصقة فكرة التدعيم أو الترميم كما كنت في الأخير تعمل خرصانة جديدة ومواد تقلل الإنجماش أو أمونة قليلة الإنجماش نفس القصة هنا أيضاً ستجد محر العين المنطبق وهذا معروف من الإختبار بالمكاعبات يوضع الحمل على العينة بمعدل تحميل قياسي ستجد مقامة للضغط وهذه المقامة للضغط وهذه المقامة للضغط تصحيح الأبعاد هكذا يصبح تصحيح الأبعاد ستجد مقامة للدخط الابعاد طيب نبدأ بس بكده بالكود والله لو ال L على D اقل من واحد بوينت ثمانية ما تعملش ابعاد مع ان انا شايف ان المفهود ان انت ما تعملش ابعاد لو ال L على D ديت بتساوي كم بتساوي اثنين لان انت خلاص قلت الطول بقى ضعف العرض لان انت اساسا عمدك القياس هناك ان الطول تلاتين سنتي والعرض او القطر خمستاشر فانت لو عملت او اخليت نفس عينة الاستوانات الاختبار الاستوانات هناك انت كان مش محتاج لمقاه المعامل تصحيح نرجع هنا للخول المصري تمام عندك هنا التصحيح الابعاد عندك هنا الكيه ده معامل بيعتمي على اتجاه الصب او اتجاه افجي او اتجاه رأسي على واحد ونص طبعا احنا هنسمي الاول تصحيح ده مو واحد او ايت واحد اي ان كان يعني زائد فواحد على اللمضة تمام الكيه بتعتمد على اتجاه الصب العيادة اللي هو عمودي اللي هو عمودي على اتجاه الصب يعني انت مثلا بتصوب بكده اللين ده بتصوب مثلا كده فانت بتاخد اتجاه عمودي عليها يبدأ اتجاه افق تمام تقطع افق يعني فانت الكيه عندك بتساوي اثنين ونص طب لو موازي موازي الاتجاه الايه الصب زي الاساسات انت الاساسات ده هي انت هتاخد من فوق نفس اتجاه الصب يعني تمام تقطع ايه رأسية واللمضة هي نسبة الطول الى قطر اللي على الدي طيب ده كده اول تصحيف تمام طيب ده اكبار زي ما قلنا ايه المشكلة بتاعت الابعاد ما زي الابعاد بتاعتنا بتاعت المكعب اللي هي 15 في 15 في 15 طيب المقومة اللي انت هتجاه هدي بقى اسمها المقومة المكعب التقديري طيب القصة الكيريات تأخذ افقيا اعلى للعينات المأخوذة ورقصية لماذا؟ تعال نشوف السبب هنا نتيجة لتأثيرات تتابعة التفاقات من المقومة المقاصة لقلب ما مأخوذة في الاتجاه الرأسي اي في نفس الاتجاه الصب غالبا ما تكون اكبر من مين يعني الاتجاه الرأسي اكبر من مين من المقومة المنظرة لقلب مأخوذ في او مكتوع في الاتجاه القفقي لنفس نوعية الخرصانة ومن نفس العنصر وذلك في حدود 8% اذا العينات التي تتخذ في اتجاه رأسي موازن الصب اكبر من مقومتها اكبر من العينات التي تتخذ اتجاه قفقي عمودي على اتجاه الصب حسنا تأثير وجود تسليح انا طبعا قلنا لا يفضل ان ما يكونش فيه حديد تسليح لانه يقلل من المقومة انا خلاص وقال لك لا يفضل انما هو ما يلزمش انا لا يريد حديد لا يفضل وبالتالي هو تضعنا التصحيحات لموضوع التسليح لو عندي سيخ واحد في العينة سأفعل ايه؟ سأفعل ايه؟ سيخ واحد ونصف سيخ ونهاية القريبة للعينة لا يوجد مشكلة طبعا نهاية القريبة للعينة بعد الكابينج فايدة كتر السيخ لالب ارتفاع عينة قلب بعد معالجة نهايتها لانه يوجد كلها لالب بعد الكابينج وانه يوجد كتر عينة القلب الخرصان لو عندك سيخين متقاربين العينات التي تحتوي على السيخين لا تزيد من مسافة بينهما مسافة بين السيخين لا تزيد على قطر السيخ الاكبر فيهم فتطبق المعادلة السابقة لحساب بيو اثنين ديت مع الأفزة في الاعتبار أكبر قيمة للس فال يعني لو عندك سيخين متقاربين ونسافة بينهم لما بتزيدش عنه فايد مكسيمم فأنا هاخد تأثير الس فال فيهم يعني في واحد هاخده والثاني ههمله طيب لو في بعض سيخين متبعدين لا أنا هاخدهم الاثنين في الاعتبار قال لك سيجمى الس فال طيب في حالة وجود سيخ مكسح وجود سيخ مائل مكسح تمام هتاخد أنه الاس بتاع ديت والذي قال لك هتاخد الكبيرة اللي هي اس اللي هي اس 2 طيب وبالتالي فإن المقامة اللي هي النهائية بتساوي الفي سي وار اللي انت اللي انت بي على الاريال في التصحيح الأولين بتاع الأبعاد في التصحيح الثاني بتاع الاسياخ وإن هذا ممكن ما يكونش فيه ميوت قال لك من الموصفات الأمريكية لا تسمح بوبوت حديد تسليح ما قالتش لا تسمح هي قالت لا يفضل ولكن في اختبار موكور دوت هناك بيعمل بردو منه اختبار اللي هي سبيلتينج تست تمام قال لك ده بقى لا يسمح انت مش هتعمل عليه شد الانفلاق ده انما في القصة بتاع الحديد تسليح قال لك لا يفضل يعني لا تسمح دية الأقلات هي المفهود لا يفضل تمام طيب عايزين ناخد مثال على حكاية توجود سيخين متقاربين دول تمام عندك سيخ وعندك التاني هوت المسافة ما بين السيخ ده سنترلين السيخ ده لانها يفوق انها القريبة له ده خمسين والتاني من السنترلين ده اللي هوبه 16 ميلي ده لانها يفوق خالص 23 ميلي طيب الفرق بينهم فرق من خمسين إلى 23 ميلي هي 13 تمام والفاي ماكسما منهم هي كام 16 تمام قال لك هه الشرط لا تزيد المسافة بين السيخين على القطر الأكبر المسافة بين السيخين اللي هي 13 عن الكتر الأكبر اللي هي كام اللي هو 16 اهو صح طيب لو الشرط ده ما تحققش يبس سيخين دول متباعدين وبالتالي انت هتاخد تأثير السيخين دول معك اللي هي بمعادلة اللي هي تحت السيجما سيجما في اس تمام طيب هناخد التأثير الأكبر طيب انا عايز اشوف الاس واحد ولا الاس طيب والله نشوف هنشوف الاس واحد اللي هي من نهاية السيخ للنهاية القريبة منه طيب تعال شوف كده فواي واحد فواي واحد وده ان يكون غير المنزل وده 12 طيب بسته مية ستتأثير مين السيخ دوت وحتهمل مين هتهمل ابو فاي 16 طيب لو كان السيخ موازل محور العينة ليس له أي تأثير على العينة أثناء استخراجها ولن يسبب في مقامة نقص في مقامة العينة بعكس الأسياق العمودية يعني أنا أساساً بعمل التصحيف بتاع الأسياق بسبب الأسياق العمودية على محور العينة يعني دوت أخينا دوت الموازي هوت لمحور العينة ده يتم إهماله إنما الثاني دوت الاثمين دولات كده هاخده معي في الاعتبار لأنه طبعاً ده ممتد الجوه وكده شروط الكبول أولاً يكون عندك أقل حاجة ثلاث عينات تعتبر العينات مقبولة إذا كان متوسط مقاومة الضخط لا تقل مقاومة الضخط على الثلاث عينات دولة لا تقل عن 75% من المقاومة المميزة المطلوب الافي سيابردش الشرط الثالث لا تقل المقاومة الدنيا للعينات عن 65% عندما لديك ثلاث عينات سوف تمسك أقل مقاومة فيهم سوف تقارنها بالمقاومة المميزة لكن الكام 65% منه اتضرب المقاومة القياسي وهي المقاومة المقاومة القياسي وهذه المقاومة 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 القلب التي تجدتها قبل التصحيح قبل التصحيح يعني عندما تجد الكور و تختبره عادي كانت تختبر استوان فهل أنت لديك الحملة الكاسر على المساحة السطحية هي مقاومة القلب أو مقاومة الاستوانة مقاومة المكعب الفعلي هي مقاومة الخيولية عندك هنا مقاومة المكعب الفعلي التقديري التي نحسبها بعد التصححات فهي الافي سي اكتشو أريد أن أعرف حدود الكبول في الخرصانة سابقة الإجهاد سابقة الإجهاد ستستبدل نفس الشروط التي فادت ستستبدل كانت 0.85 هناك كانت 0.75 هناك كانت 0.85 هناك كانت 0.8 FCC هناك كانت 0.65 قالك إن وجدت نتيجتين فقط وليس ثلاثة في حد موافقة الاستشارة يجب أن تقل أي منهم عن المقاومة المعيزة المطلوبة نحن نرى الكود الأمريكي أيضا نفس القصة قالك أقل حاجة ثلاثة عينات وكما أقل حاجة ثلاثة عينات وقال لك هنا فالFC Average لا تقل عن 85% الموجود هنا في فالFC C وهي المقاومة عنصر العنصر وهو وكان مطلوب مصمم على فانت هتضرب هنا بوينت 85 في 300 مفهول تقل عن الافراج قال لك لتقل المقاومات الدنيا لأقل مقاومة برضو عن 75 في المية من المقاومة التصميم المية يعني هتجيب الثلاثة عينات دولت بعد اختبرتهم هتجيب الأقل واحدة فيه واتقارنها بكام بوينت 75 من الف سي سي اللي هي بتاعت السقف مثلا او الاعمد كما انتفق تمام كده احنا خلصنا الشرح اختبار الكور تست ان شاء الله باذن الله المحرر اللي جاية ناخد مثال مثال مخترم كده على الكلام ده على الكور وان شاء الله يعني كنت استفادنا تبقى من حقا يعني في استفادة عالية يعني بإذن الله لانه هو اختبر او يعني مسألة كويسة تمام؟ ارجو تكونوا ان المعلومة وصلت شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا